اشتركوا في القناة ومساء بتوقيت القاهرة نشرة اخبارية جديدة تأتيكم من عاصمة الخبر اهلا بك يا سيد اهلا رغدا اهلا بحضراتكم مشاهديك كرام هذه هي البداية مع ابرز العنوين الجيش السوداني يقرر تعليق المشاركة في محادثات جدة لاستمرار الدعم السريع في خرق الهدنة لينكين يحذر من خطورة اجراءات بكين العسكرية في بحر الصين الجنوبي ويأمل في ابقاء قنوات الاتصال مفتوحة الولايات المتحدة تؤكد مواصلة دعم اوكرانيا عسكريا وترفض الهجمات داخل الاراضي الروسية بداية نشرتنا مع تطورات الاوضاع في السودان اشتركوا في القناة قررت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية تعليق المحادثات الجارية في جدة واوضح المتحدث باسم الجيش السوداني ان هذا القرار جاء بسبب عدم التزام الميليشيا المتمردة بتنفيذ اي من البنود التي نص عليها الاتفاق والاستمرار في خرق الهدنة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خمسة ايام قالت الامم المتحدة انها تلقى التقارير تفيد باختفاء صحفيين وناشطين في ظل الوضع الامني الحالي بالسودان واوضح المفوض السامي للامم المتحدة لحقوق الانسان وولكر تورك اوضح ان المنظمة الدولية تتحقق من صحة هذه التقارير تلقينا التقارير عن اختفاء صحفيين ومدافعين عن حقوق الانسان في السودان من الصعب في هذه المرحلة تحديد حجمه لقد بدأنا التحقيق من صحة هذه التقارير منذ نحو ثلاثة اسابيع يعاني القطاع الصحي بالسودان ازمة كبيرة مع استمرار الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع ويواجه المواطنون السودانيون صعوبات في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والطبية الحيوية فضلا عن العلاجات اللازمة منذ بداية الازمة قبل 45 يوما كان القطاع الصحي هو الاكثر تضررا بسبب الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع فالبنية التحتية والمستشفيات في العديد من المدن السودانية اما تضررت بشكل بالغ او دمرت تماما خلال الاسابيع الاخيرة الامر الذي كان له تأثير كارثي على المدنيين حيث وجد ملايون سودانيين انفسهم غير قادرين على الوصول الى الخدمات الحيوية او مرافق الرعاية الصحية ومع استمرار الازمة في السودان توقفت اكثر من 70% من المستشفيات عن العمل نظرا لقربها الشديد من مناطق الاشتباكات المعاناة الانسانية تفاقمت في العاصمة السودانية الخرطوم فقد لقى المرضى الى البحث عن الرعاية الصحية والادوية في اماكن اخرى البعض منهم اضطر الى المشي عدة ايام للعثور على مستشفى مستشفى الحصحيصة بات المنقذ لكثير من المرضى القادمين من الخرطوم ومناطق اخرى واحد المرافق الصحية الرئيسية في السودان رغم افتقاره الى الادوية والمعدات الطبية اللازمة لانقاذ المرضى ورغم الدعم والمساعدات الطبية التي قدمتها الامم المتحدة ومنظمة الاغاثة الانسانية الاخرى للمستشفيات السودانية فان تأمين ممرات انسانية امنة لايصال المساعدات لا يذال يمثل التحدي الاكبر لتخفيف معاناة السودانيين لمزيد من المتابعة والتحليل حول الملف السوداني نتحول الى احمد بجد شكرا رغدا وياسر وانشانين الكرام اهلا بحضراتكم اذهب مباشرة الى ضيفنا في الخرطوم الفريق فتح الرحمن محيدين الخبير العسكري والاستراتيجي سيارة الفريق هل يمكن الربط بين تعليق المفاوضات وبين كلام الفريق اول عبدالفتاح البرهان ان الجيش يمكن ان يصاعد من استخدامه للقوة ضد الدعم السريع اتحيلك 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 السادة المشاهدين انا اعتقد ان المفاوضات في جده اصبح حتى غير ذات جده حقيقة اتزامنا بهدنا لمدة سبعة ايام على ان تخرج عناصر الدعم السريع من المستشفيات ولم يخرجوا التزامنا ايضا بهدنا لمدة خمسة ايام على ان يكون هناك خروج من المستشفيات والاعيان المدنية ولكن الواضح ان عناصر الدعم السريع تتمادى في اختحام مزيد من المنازل تتمادى في اختحام مزيد من المستشفيات وتحويلها للسخنانات العسكرية وانا اعتقد ان الوساطة السعودية الامريكية ان كانت فعلا جادة في تمثيس هذه الهدن يجب ان يكون لديها القدرة في فرض هذه الهدن على التمرد لكي يستجيب الالتزام بها وإلا فلا جدوى منها بأنها مضيعة للوقت والتأخير لحسم هذا التمرد وبالتأكيد يمكن ان نربط ما بين هذا التعليق للهدن والعمل العسكري الذي ستتقوم به الوقت المسلحة جلال الايام القادمة اذا لم تتمكن الوساطة من القدرة على فرض هدن حقيقية على التمرد لكي يستجيب بالخروج من منازل المواطنين لكي يستجيب بالخروج من المستشفيات ويستطيع المواطن ان يقضي بعض حاجاته الضرورية دون مضايغات في المرور في الصرغات يعني اذا كان ذلك ممكن يمكن الغابة المسلحة ان تعود الهدن مرة اخرى لكن بخلاف ذلك انا اعتقد ان الحسم العسكري يصبح واجبا خاصة ان هذه العناصر اصبح عناصر ارهابية الحسم العسكري سيادة الفريق على نفس النسق الماضي في الاسابيع الماضية ام ان هناك اختلاف او تصعيد ربما في استخدام هذه القوة خاصة ان اليوم كانت هناك اشتباكات في الخرطوم وبحري وامدرمان وايضا رؤية طائرات حربية في سماء الخرطوم سمعت دوين فجارات في بعض الاماكن هل هناك تصعيد اذا لاستخدام القوة انا اعتقد انه في المرات السابقة كانت اخوات المسلحة هي دايما ترد على تجاوزات الدعم السريع يعني كلما تلتزم الغابة المسلحة بالهدنة يخرج الهدنة الدعم السريع فتضطرر الغابة المسلحة للرد عليه لكن الان انا اعتقد انه الغابة المسلحة تتمسك بتمام المبادئة في العمليات ستكون يعني تعمل بتصدي اكبر وبغوة اكبر حتى تحسن هذا التفلت يعني بشكل اكثر حسما واكثر سرعة طب الان جهود الوساطة تبدو مستمرة ما الذي يمكن ان يعيد المفاوضات بطبيعتها او الى طبيعتها قبل هذا القرار يمكن ان تعود لطبيعتها اذا مارست الوساطة السعودية الامريكية يعني ما لديها من قدرات في ان تفرد هذه الهدنة وتفرد على الدعم السريع الالتزام بما توافق عليه وتم التوقيع عليه ان كان ذلك ممكن انا احترد ان نعود مرة اخرى الى التفاوض والى الاستمرار في الهدنة لكن بخلاف ذلك ان تكون هذه الهدنة فقط للاغراض الاعلامية وهم يستمروا في انتهاكاتهم ويصرحوا كذبا اننا خرجنا من المستشفيات وخرجنا من منازل المواطنين وهذا لم يحدث على ارض الواقع انا احترد ان هذا هو من التهريج وتضييق للوقت وتضييق على المواطن يعني يأتي بنتاج عكسية للهدنة بدلا من ان تكون الهدنة لخدمة المواطن تصبح الهدنة وبالا على المواطن في هذه الحالة هل تعتقد ان سيدة الفريق ان هدنة الايام الخمسة الاخيرة قد انتهت بهذا القرار انا اعتقد انه الهدنة انتهت بهذا القرار بالتأكيد وان كانوا يريدون هدنة جديدة انا اعتقد انهم يجب ويكون لديهم من الوسائل والهاليات يمكن من تطبيق هذه الهدنة على ارض الواقع لكن ان نتحدث حديثا اعلاميا ونعود مرة اخرى الى ما كان يحدث في الارض الواقع انا اعتقد ان هذا لا يخدم المواطن في شيء نحن نريد ان نخفف المعاناة على المواطن سواء كان في الخدمات الضرورية من مياه وكهرباء سواء كان في العلاج سواء كان في حرية التنقل سواء كان في الملكيات الخاصة للمواطن ان كانت الهدن لا تحقق ذلك انا اعتقد لا يدوى منها نعم ويجب ان يتم حسم هذا التمرد بالاسلوب الذي يحين شكرك جزيلا شكرا ضيفنا من الخرطوم الفريق فتح الرحمن محيدين الخبير العسكري والاستراتيجي شكرا جزيلا لوجودك معنا الان اعود الى زميليا ياسر رجدي ورغدا ابو ليلى لاستكمال باقي ملافات النشرة شكرا لك احمد بشتي الى ملف العلاقات الامريكية الصينية حيث اعتبر وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن ان اخطر امره هو فقدان الاتصالات مع الصين حتى بلينكن بيكين على ابقاء قنوات الاتصال مفتوحة بعد حادث اعتراض طائرة عسكرية امريكية ببحر الصين الجنوبية قال وزير الخارجية الامريكي ان حادث الطائرة يؤكد على الحاجة لاتصال مباشر مع الجانب الصيني واضف بلينكن ان رفض الصين عقد اجتماع على مستوى وزير الدفاع امر مؤسف جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن بمجلس التجارة والتكنولوجيا الاوروبي الامريكية وكانت الحكومة الصينية قد نددت بما اسمته الاستفزاز الامريكي بعد اجراء منورة من طائرة مقاتلة صينية ضد طائرة استطلاع عسكرية امريكية فوق بحر الصين الجنوبي واوضحت القيادة العسكرية الامريكية ان الطائرة الصينية من تراز جاي سكستين نفذت المناورة الاسبوع الماضي واكبرت الطائرة الامريكية RC 135 على التحليق في وضع الطراب الى تفاصيل هذا الملف وهادية التطورات الان مع زميل احمد بيشتو احمد ياسر ورغدة اهلا شكرا لكم ومشاهدين من جديد اهلا بحضراتكم اذا الى واشنطن مباشرة مع مرسل القارة الاخبارية زميل رامي جابر رامي اذا هناك انسداد في العلاقة هذا ما قد يوصف توصف به الحالة الان هل تعتقد ان الولايات المتحدة يمكن ان تعيد صياغة ما حدث وتربأ ما جرى من اضطراف العلاقة مع الصين اعتقد احمد ان الولايات المتحدة تسعى لذلك وتحاول هي تحاول بالفعل ابقاء قنوات الاتصال دائما مع الصين مفتوحة حتى لا يتحول او لا تتحول المنافسة الى صراع هذه هي الجملة التي دائما ما يستخدمها المسؤولون الامريكيون بدءا من الرئيس الامريكي جو بايدن مرورا بوزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكين وهي ان ما بين الولايات المتحدة الان والصين هو تنافس وليس صراعا ولا يريدون ان يتحول هذا التنافس الى صراع اذا بعد حدث الطائرة اصبح هناك ضرورة اكبر من اي وقت مضى الى فتح قنوات التواصل هناك كانت محاولات لعودة الزيارات المتبادلة ما بين المسؤولين الامريكيين والمسؤولين الصينيين وتحديدا سفر المسؤولين الامريكيين الى الصين وكان هناك حديث ما بين المسؤولين الامريكيين والمتحدثين باسم الخارجية يعني أن هناك زيارة مزمعة قد تكون لبعض المسؤولين الأمريكيين إلى الصين خلال الفترة المقبلة وعلى رأسها وزيرة الخزانة الأمريكية جانت ييلن لما تحظى به من أهمية خاصة لأن هناك علاقات تجارية ما بين البلدين كل ذلك يرسم صورة العلاقات الحالية بين الولايات المتحدة والصين وبلينكين أبدأ أسفه أيضا إلى رفض الصين أن يكون هناك لقاء ما بين وزيري الدفاع الأمريكي والصيني لأن هذه كانت ستعد خطوة كبيرة ومهمة إلى الأمام في العلاقات الأمريكية الصينية ولكن يبدو أن الصين الآن ربما غير مستعدة أو غير جاهزة أو لديها بعض التحفظات على بعض التصرفات الأمريكية مثل حادث الطائرة الأمريكية الأخير في بحر الصين الجنوبي ولكن كما قال أيضا أنتوني بلينكين الولايات المتحدة تحاول أن تتجنب الأسوأ في العلاقات الأمريكية الصينية تريد أن تبقي العلاقة في حيزها الطبيعي الآن تنافس وليس صراع ولا تريد أن تتحول هذه العلاقة إلى ما تحولت إليه العلاقة الأمريكية مع روسيا بسبب الحرب الأخيرة ما بين روسيا وأوكرانيا رمي الآن الولايات المتحدة هي من تحاول التقارب مع الصين وهو ربما عكس ما جرى في قمة مجموعة السابع حين تلكأت الولايات المتحدة في اللقاء مع الصين على المستوى الوزاري فبالتالي هناك ربما شد وجذب في هذا العلاقة وفي النهاية لا نرى اجتماعا بين مسؤولين صينيين وأمريكيين فإذن هل نحن أمام انسداد مقبل أم انفراجة قد تحدث بسبب مساعي من هنا أو من هناك الاحتمالان أحمد واردان بقوة احتمال الانفراجة وارد نظرا لبعض المساعي الأمريكية التي نجدها تتمثل في مثلا الزيارات التي تحدثت عنها والتي من المزمع أن تكون خلال الفترة المقبلة ولكن لم يتم تحديد جدول زمني في الحقيقة لهذه الزيارات الأمريكية إلى الصين والاحتمال الآخر أيضا وارد واحتمال تدهور العلاقات نتيجة بعض الحوادث التي تحصل هنا أو هناك على سبيل المثال حدث اعتراض الطائرة الأمريكية في بحر الصين الجنوبي بعض الأمور التي تقوم بها الصين أيضا في هذه المنطقة مثل حشد بعض السفن أو الطائرات حول تايوان وتايوان أيضا أحد الملفات الخلافية بين الولايات المتحدة والصين كذلك إذا عدنا للوراء بضعة شهور سنجد أن حادث المنطاد التجسس الصيني الذي تم رصده في سماء الولايات المتحدة عاد بالعلاقات الأمريكية إلى الوراء كثيرا بعدما كان بلينكين يحزم حقائبه مستعدا للسفر إلى الصين لعقد عدة لقاءات هناك وجدنا أن الزيارة ألغيت بسبب العثور على المنطاد الصيني وبدأت حملة أمريكية غربية لمواجهة الصين بالإضافة أيضا إلى ما يحدث داخليا في الولايات المتحدة هناك لجنة في الكونجرس لتحديد مخاطر الصين وهناك خطة للحد من المخاطر والتهديدات الصينية المستقبلية ولكن الولايات المتحدة تعتمد سياسة هات وخذ بمعنى أن هناك يد تريد أن تصاحفح الصين ولكن هناك يد أمريكية أخرى تريد في نفس الوقت أن تحجم الصين وتحد من خطرها وتهديداتها سواء كانت هذه التهديدات سياسية أو عسكرية أو تجارية أو اقتصادية أو في أمور تتعلق بأنشطة تجسس أو أنشطة تكنولوجية أو ما شابه هذه هي مجمل السياسة العامة الأمريكية تجاه الصين أشكرك جزيلا شكرا مرسل القارئ الإخبارية في واشنطن الزميل رامي جابر شكرا جزيلا لك إذن مشاهدين مرة أخرى إلى ياسر رجدي ورغدة أبو ليلة لاستكمال باقي ملفات المشهر شكرا أحمد أكدت مندوبة الاتحاد الأوروبي أن الذكاء الاصطناعي يغزو العالم ويتحكم في العديد من المجالات وخلال اجتماع لمجلس التجارة والتكنولوجيا بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا وبحضور الصين أكدت مندوبة الاتحاد أنه تم الاتفاق على التحكم في توليد الذكاء الاصطناعي وجاري إعداد مساودة اتفاق لتوقيع جميع الأعضاء عليها أحتاج إلى ذكاء الاصطناعي يتم حاسبته فهو غير كل قواعد اللعب لطالما كان الذكاء الاصطناعي مستخدما في عدة أماكن ولكن الذكاء الاصطناعي التوليدي هو الجديد وقد رأينا جملاء يستخدمون الذكاء الاصطناعي هذا لإجراء الأبحاث وكتابة المقالات فالكل يعلم أن هذه الأدات هي أدات قوية للغاية لذلك سنصوغ مسودة مدونة سلوك في هذا الصياغ وبعد ذلك سندعو الزملاء للتوقيع عليها للتوقيع على الصياغة والتوصل إلى مقترح نهائي من جنيبها أكدت مندوبة الصين أن التواصل بين الدول مهم للغاية لرعاية مصالحها وعلى جميع المستويات خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي وعقب اجتماع لمجلس التجارة والتكنولوجيا بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا بحضور الصين أكدت المندوبة أن تعليق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين حول ضرورة التواصل مع الصين صحيح وبالإجابة عن السؤال حول الصين هو أن أعلق على ما قاله الوزير بلينكين فيما يتعلق بتلاقي المواقف وذلك واضح لأننا لدينا مصالح مشتركة طبعا الاتحاد الأوروبي وأمريكا يتخذ قراراتهم وفق مصالحهم ولكن بعد يومين من النقاش مع السملاء نعرف أن المصالح متشابهة فيما يتعلق بالصين وكذلك فيما يتعلق بمواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي وأعتقد أن هذه الاجتماعات كانت منتجة للغاية الآن نتحول بحضراتكم إلى تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية اشتركوا في القناة اعلنت وزارة دفاع روسية أن قواتها دمرت آخر سفينة حربية تابعة للبحرية الأوكرانية يوري أوليفرينكو في ميناء أوديسا من جهة أخرى أشرت الوزارة إلى أن أنظمة الدفاع الجوي اعتردت 12 صاروخا من ترازي هايمارس وصاروخا من ترازي ستوم تشادو أوضحت أن معارك عنيفة تدور بمنطقة أفدافكا حيث تم إخراج القوات الأوكرانية من مواقعها بمنطقتين كراسنو جوروفكا وياسينو باطاعة بدوره أكد الكريملين أن الوضع في المدن المتاخمة لأوكرانيا مقلق للغاية وأعرب المتحدة باسم الكريملين دماتري بيسكوف عن قلق موسكو إذا أتزايد وطيرة القصف على إقليم بلغرود مشيرا إلى مواصلة العمل لتحسين الدفاعات الجوية بموسكو وقال بيسكوف أنه لم يتم اتخذ أي قرارات بشأن الأحكام العرفية بروسيا ولا توجد مناقشات جارية بشأن هذا الأمر هذا وقالت السلطات المحلية في منطقة بلغرود إن أوكرانيا قصفت منطقتين سكنيتين على الحدود وأفاد حاكم المنطقة الروسية أن القصف الأوكرانية ألحق أضرارا بسيارة وجزء من الطريق كما أحدث أعطالا بخطوط الكهرباء وخدمات التشغيل والطوارئ أعلنت سلطات لغانسك مقتل خمسة أشخاص وإصابة ستة عشر آخرين على أثر قصف القوات الأوكرانية مزرعة في قرية كرباتي فيما أعلن حاكم إقليم كراسنودار الروسية أعلن أن حريقا نشب بمصفات أبسكي لتكرير النفط بالإقليم قراء هجمات بمسايرات أوكرانية في وقت انكثفت فيه قوات كييف هجماتها على المناطق الحدودية الجنوبية تحدد محرب المسايرات بين روسيا وأوكرانيا والتتحذيرات موسكو من مغابة تزويد كييف بالمقاتلات الغربية وتلويحها بإلغاء صفقة تصدير الحبوب مسؤولون روس قالوا إن طائرة مسيرة أوكرانية أشعلت حريقا بمصفات نفط في جنوب روسيا وأصاب القصف بلدة روسية قريبة من الحدود للمرة الثالثة في أسبوع مما ألحق أضرار بمباني وأشعل نيران في سيارات وغدت اتهام روسيا لأوكرانيا بإرسال طائرات مسيرة لمهاجمة المباني في موسكو قال حاكم منطقة كراسنودار الروسية إن الطائرة المسيرة هي السبب المحتمل في اندلاع حريق بمصفات إيفيبيسكي للنفط التي تقع بالقرب من مصفات أخرى تعرضت للهجوم عدة مرات هذا الشهر ولم ترد معلومات بعد عمن أطلقت طائرة المسيرة لكن موسكو اتهمت كييف بزيادة الهجمات داخل روسيا في الأسابيع القليلة الماضية بينما قصفت روسيا مرارا المدن الأوكرانية بطائرات مسيرة وسواريخ تسببت في وقت سابق في مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين في كييف قال الرئيس الأوكراني فلودمير زيلنسكي أنه تحدث مع أكبر شركة دفاعية بريطانية لإنشاء قاعدة في أوكرانيا لإنتاج وإصلاح الأسلحة وأكد زيلنسكي أن بعض السلطات لم تفعل ما يكفي لحماية المواطنين أثناء الغارات الجوية أريد من جميع ممثل السلطات المحلية المسؤولين أن يسمعوا لي الآن يجب أن تكون الملاجئ في المدن متاحة ويجب أن يفهم الناس متى وكيف سيزداد عدد الملاجئ وإمكانية توفرها هذه المسؤولية محددة وواضحة ويجب العمل عليها في المقابل أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفادف أكد على أن أي مسؤول بريطاني يساعد أوكرانيا في الحرب الدائرة بين موسكو وكيف يمكن اعتباره هدفا عسكريا مشروعا كما وصف مدفادف لندن بالعدو الأبدي لبلاده وردنا على تصريح وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي بأن أوكرانيا لها الحق في استخدام قوتها خارج حدودها أشار مدفادف إلى أن المسؤولين البريطانيين يجب أن يعتبروا بلادهم في حالة حرب مع موسكو قال وزير الخارجية الروسي سيرجيلا براف أن موسكو لا تخالف القوانين الدولية في توريد الأسلحة بينما تخرق دول الغربية هذه القوانين دائما وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الموزنبيقي أكد وزير الخارجية الروسي أن واشنطن تريد فرض سياستها على العالم مؤكدا رفض أي قواعد تسعى واشنطن لفرضها على المجتمع الدولي بدلا من القوانين الدولية أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أنها لا تدعم الهاجمات الأوكرانية داخل الأراضي الروسية وأشار منصق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي إلى إبلاغ الجانب الأوكراني بعدم التصعيد وأوضح أن واشنطن مستمرة في مواصلة تقديم المساعدات العسكرية الأمريكية لكييف خلال فترة الصيف وتوفير كل ما تحتاجه أوكرانيا للدفاع عن أراضيها من جانبه أكد الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون ضرورة أن يقدم الغرب ضمانات أمنية ملموسة وذات مصداقية لأوكرانيا في إطار متعدد الأطرف وخلال مشاركته في منتدى جلوبسيك في براتيسلافا أشار ماكرون إلى أن هذا سيكون محل نقاشات جماعية في الأسبوع المقبلة وقال الرئيس الفرنسي إن أوكرانيا تحمي أوروبا ومجهزة بمعدات عسكرية كبرى مؤكدا أهمية مساعدة كييف بكل الوسائر لشن هجوم مضاد فعال ضد روسيا تعهدت رئيسة المفاوضية الأوروبية أرسولا بوندرلاين بالعمل على إمداد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى وخلال كلماتها مام المؤتمر الأمني السنوي لقادة البلقان أكدت رئيسة المفاوضية الأوروبية أنه تمت الموافقة على تدريب القوات الأوكرانية على الأسلحة الحديثة مشيرة إلى أن أوروبا تدعم خطة رئيس الأوكراني لتحقيق السلام في بلاده سيلنسكي قد قدم لنا معادلة للسلام والتي ندعمها مئة في المئة كل المنادقات العشرة المذكورة في هذه الخطة مبنية على مثاقة الأمم المتحدة أو على قرارات الأمم المتحدة وهو قد دعا كافة دول من حول العالم للانضمام إليه ولتعويل على معادلة السلام هذا لكي تكون نقطة الانطلاق للسلام هي النظام القائم على القوانين وسلام عادل لأوكرانيا يجب أن يكون أيضا سلاما مستدام نشاطنا متواصلة من القاهرة الإخبارية وفيها بعض الفاصل الخارجية الأمريكية تقول إن الدبلوماسية هي طريق ضمان عدم امتلاك إيران للسلاح النووي هنا القاهرة عاصمة الخبر نقدد التحية وقعت مصر وفلسطين بروتوكولات تعاون سياسية وزراعية عقب انتهاء المباحثات التي تمت بين الجانبين برئيسة رئيسية وزراء البلدين شهد التوقيع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ورئيس وزراء دولة فلسطين محمد أشياء أكدت مصر أنها ستظل داعما قويا ومساندا راسخا للشعب الفلسطيني وحقوق المشروعة جاء هذا خلال مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء المصرية دكتور مصطفى مدبولي مع نظيره الفلسطيني محمد أشياء حيث شدد مدبولي على التزام مصر الكامل بتكريس جهودها الدبلوماسية لدعم الفلسطينيين وتحقيق التهدئة بالأراضي المحتلة مصر التي كانت وستظل داعما قويا ومساندا راسخا للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة تلك الحقوق التي تساندها الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي ومن حسن الطالع أن تكون مباحثاتنا اليوم مع فلسطين الشقيقة في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة هي أول مباحثات رسمية يستضيفها هذا المقر الجديد مع أي دولة في العالم ليخلد التاريخ ذلك في سجلاته بتقدير واعتهز ونسجله نحن في قلوبنا بكل محبة وترحاب الإخوة الأعزاء تأتي زيارتكم إلى مصر في توقيت مهم للغاية استموج المنطقة والأراضي الفلسطينية المحتلة بتطورات متلاحقة تهدد الاستقرار وتؤجج العنف وتلقي بزلالها السلبية على تطلعات شعوبنا نحو تكريس السلام والعيش المشترك وإنني أؤكد لكم في هذا الصدد التزام مصر الكامل بنهجها التاريخي في تكريس جهودها وتحركاتها الدبلوماسية على كافة الأصعدة من أجل دعم سمود الشعب الفلسطيني والعمل على تحقيق التهدئة في الأراضي المحتلة وإعادة تحريك عملية السلام بهدف تلبية التطلعات المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أساس حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية من جنيبه أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيا أن مصر وفلسطين شريكة تاني في مواجهة الإرهاب في المنطقة وأضف الشياء أن قطاع غزة لا يزال تحت حصار قوات الاحتلال الإسرائيلي موجهنا الشكر لمصر على جهودها في رفع المعاناة عن قطاع غزة نحن أيضا شركاء دولة الرئيس في مواجهة الإرهاب الذي عاشت منطقتنا لأننا نريد لهذا السلام أن ينتهي ولكن للأسف الشديد في الوقت الذي نواجه فيه هذا الإرهاب هناك دولة إرهابية في المنطقة وهي إسرائيل التي تمارس إرهابها سواء كان ذلك إرهاب المستوطنين أو سواء كان ذلك إرهاب الدولة استشهد عند الشعب الفلسطيني من أبنائنا منذ بداية العام حتى اليوم 165 شهيد قطاع غزة لا زال تحت الحصار وأيضا هناك اجتياحات لمدننا وقرانا ومخيماتنا وأشكرك جزير الشكر على كل دعم تقدم مصر في رفع المعاناة عن أهلنا في قطاع غزة في الشأن المصري ناقش الحوار الوطني مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب تنولت الجلسة أهمية تشكيل هيئة عليا لتطوير التعليم تكون قائمة على إعداد استراتيجية تطوير التعليم ومراقبة تنفيذه يعقد وزراء خارجية حلف شمال الأطلسية اجتماعا غير رسمي اليوم بالعاصمة النرويجية أصلا وفي تصريحات له من أصلا وأكد الأمين العام للناتو يانس سوتنبرغ إمكانية اتخاذ قرار بشأن انضمام السويد إلى الحلف قبل انعقاد يقمة الناتو المقررة بالتوانيا يوليو المقبل تتصدر الحرب بأوكرانيا جدول أعمال اجتماع وزراء الخارجية إلى جانب انضمام السويد إلى حلف الناتو في غضون ذلك أعرب وزير الخارجية الأمريكي أمتن بلينكين عن أمله بأن يرحب حلف شمال الأطلسي بانضمام السويد إليه وأشار بلينكين إلى أن السويد كرست كل جهودها للوفاء بالالتزامات التي يقوم عليها حلف الناتو لقد أثبتت السويد مراراً وتكراراً التزامها تجاه حلف الناتو من خلال قوات ذات قدرة عالية تعمل جنباً إلى جنب مع أعضاء الناتو لسنوات ولعدة عقود مكرسة بالكامل للوفاء بالالتزامات التي يقوم عليها تحالفنا بما في ذلك المادة الخامسة من خلال الانضمام إلى حلف الناتو تتعهد السويد بأمن كل حليف آخر أكدت الخارجية الأمريكية التزامها بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي وشددت الخارجية في بيان أن الدبلوماسية هي الطريق الأمثل لضمان عدم امتلاك إيران الأسلحة النووية مشيرة إلى أنها لن تنجر وراء شائعات متعلقة بمحادثات دبلوماسية مزعومة مع إيران أعلن محامي رئيس الوزراء الباكستاني أصابق عمران خان اليوم أنه تم تمديد الإفراج عنه بكفالة لثلاثة أيام بقضية كسب غير مشروع كانت السلطات قد ألقت القبض على خان في التاسع من مايو عند مثولها أمام محكمة إسلام أباد مما أثر موجة واسعة من الاحتجاجات في أخبار الاقتصاد انخفضت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت في بداية التعملات قبيل تصويت المشارعين الحاسم على اتفاق بشأن سقف ديون الولايات المتحدة بينما سلطت مجموعة أخرى من النتائج الضوء على ضغوط الأسعار المرتفعة التي تشعر بها الشركات الأمريكية فهبط مؤشر داوجونز الصناعي 28 من 100% وتراجع مؤشر ستاندر أند بورز 500 بنحو 35 من 100% وانخفض مؤشر نازدا كالمجمع 38 من 100% أظهر مسح لرويترز انخفض انتاج النفط من دول أبيك بمايو بعدما أقدمت السعودية وأعضاء آخرون في تحالف أبيك بلس على تخفضات طوعية للإنتاج بهدف دعم السوق ووفقا لرويترز ضغط أبيك أكثر من 28 مليون برميل يوميا في مايو من خفض 460 ألف برميل يوميا عن أبريل ومنذ سبتمبر الماضي تراجع انتاج أبيك بأكثر من 1.15 مليون برميل يوميا قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إن اقتصاد بلاده سجل نموا محدودا بلغ 2 من 10% في الربع الأول من العام الجاري وأضاف أن البيانات نهائية للناتج المحلي الإجمالي تشير إلى أن الحكومة تجري إصلاحات لتعزيز الاقتصاد المتعثر أعلنت روسيا ربط 30 بنكا بنظام الدفع الصيني CIPS وهو نظام نظير لمنظومة البنوك SWIFT كما تنظر عشرات البنوك للموافقة على طلبات انضمامها إلى نظام الدفع الصيني تساعد الخطوة على تيسير حركة التجارة بين روسيا والصين وذلك بالنسبة لكافة أنواع الشركات وقدر الاتحاد الروسي الأسويل للصناعيين حجم تجارة بين البلدين خلال أربعة أشهر من العام الجاري بنحو 71.15 مليار دولار نهاية النشوة وهذا تذكير بأبرز العنوين الجيش السوداني يقرر تعليق المشاركة في محادثات جدة لاستمرار الدعم السريع في خرق الهدنة بلينكين يحذر من خطورة إجراءات بيكين العسكرية في بحر الصين الجنوبي ويأمل في إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة الولايات المتحدة تؤكد موصلة دعم أوكرانيا عسكريا وترفض الهجمات داخل الأراضي روسيا لمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز دوت نت كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك، تويتر، إنسجر، نيوز دوت نت ترجمة نانسي قنقر